فحديتك ذكرت كمان من الأشكال دي في الرواية أو أشرت إليها مش بشكل مباشر إنما المواقف بتبرزها مش بشكل مباشر بس بمواقف سخرة زي ما إحنا متفقين بس كان في رسائل جوه الرواية الموضوع ما كانش هزار وضحك بس هو أنا في الحقيقة يعني هو أنت كنت ناوي نو يبقى حزين إحنا متفقين لا 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 مش أصدي كده يعني ناس كتيرة قالت لي أنت هنا تقصد لكذا وهنا تقصد لكذا ولكن أنا مش قاعد عشان خاطر أقول أنا أقصد كذا وكذا يعني في الفكرة وأنا قاعد مش عايزة أقول أنا عايزة أدي رسالة مباشرة هنا وأوعز هنا أنا شايف إن ده مش منظور الفن الفن هو في الحقيقة لازم يبقى يعني جميل بس يعني وبعدين أنا أنا جزء من الواقع فأنا بشوف ناس في الشارع وبشوف مواقف بتضيقني بشوف عندي عندي وجهات نظر عندي عندي أفكار عندي حاجات كده أنا مثقف مصري وعندي حاجات دي كلها ما أقدرش أعزلها عن نفسي يعني وأنا بكتب أكيد أتطلق أكيد كل يعني احتجاجي وكل غضبي موجود إنما يعني مش بقاعد أقول هنا أنا عايزة أقول الحتة دي عشان خاطر أوجه رسالة أوصل رسالة معينة أو كده لا أحسن بدي مباشرة وضد الفن وأنا ما بعملهاش في الحال ما عافش أعملها يعني اللي عملتها مستمتع وأنا برجع أقرأ الروايتين عشان أحررها فبشيلها يعني فالمتعة تبقى دايما غالبة على الحكاية؟ العمل فني يعني لا يؤثر على العالم هو عالم ليه شكله وليه حياته وما فيه رسالة مباشرة إنما بالتأكيد فيه حاجات بتظهر لأن أنا جزء من الواقع يعني متكلم عن الغلاف اخترت إزاي غلاف التواهم؟ والله إذا أحمد عاطف مجاهد الفنان أحمد عاطف مجاهد هو اللي عمله وفكرته كلها يعني هو اللي عمل يعني أنا بس أشرت أن أنا عايز البحر يبقى شبه كلمة متكون من كلمة إلخ إلخ وهو طلع غلاف بديع جدا عجب الناس كلها فهو يعني صاحب الموضوع كله أحمد عاطف مجاهد يعني أصبت بإلخ إلخ؟ إلى آخره إلى آخره على ما بينتهيش حكاية ما بتخلص حكاية ما بتخلص يعني وأعتقد هو كمان وعدت إيسه على شوية يعني شوية أصدقاء يعني سألت أختي أول واحدة قلت لك زيرت الأخي ألخة ورجعت سألتها ثاني يوم فلقيت هلسه فكر الاسم؟ سألت بعض الأصدقاء يعني اللي يبتسم واللي يقف شوية واللي يفضل فكره فحسيت إن هو ده يعني الاسم بعد قايمة طويلة ودر النشر عرضتها عليهم الأستاذة نرمير رشاد مديرتي النشر في المصرية اللبنانية تحمست الاسم على طول وقيت لي مثلا نشوف التسويق فالتسويق كمان وفقه ولكن كمان كان عجبني فمشي اسم سهل وخفيف وزي ما حدرتك قلت الإنسان ما ينسوهش فقط يعني اللي يال